أكد وزير الأوقاف محمد مختار جمعة أن المساس بالثوابط العقيدة والتجرؤ عليها وإنكار ما استقر منها في وجدان الأمة لا يخدم سوى قوة التطرف والإرهاب خاصة في ظل الظروف التي نمر بها وخلال كلمته خلال افتتاح المؤتمر العام الثالث والثلاثين للمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية أكد وزير الأوقاف أن الجماعات المتطرفة تستغل مثل هذه الإسقاطات لترويج شائعات التفريط في الثوابط الدينية مما ينبغي التنبه له والحذر منه كذلك وشدد الوزير على أن القضاء على التشدد من جذوره يتطلب القضاء كذلك على التسيب من جذوره أن المساس بثوابط العقيدة والتجرؤ عليها وإن كار ما استقر منها في وجدان الأمة لا يخدم سوى قوة التطرف والإرهاب وخاصة في ظل الظهوف التي نمر بها لأن الجماعات المتطرفة تستغل مثل هذه السقطات أو الإسقاطات لترويج شائعات التفريط في الثوابط مما ينبغي التنبه له والحذر منه فإذا أردنا أن نقضي على التشدد من جذوره فلابد أن نقضي وبنفس القوة والحسب على كل وجوه التسيب ولنحلال حتى نقتلع التسيب من جذوره فلكل فعل عد فعل مساوي له في النسبة ومعاكس له في الاتجاه